في شهر أغسطس اللي فات طلع الرئيس عبدالفتاح سيسي وتكلم وقتها عن ضرورة زيادة سعر الخبز المدعم اللي بيتباع بخمس قروج بس من سنين طويلة لكن رغم مرور أكثر من ثلاث شهور ما خدتش وزارة التموين أي قرار لكن فيه توقعات بزيادة مرتقبة في سعر الخبز الفترة المقبلة أهلا بيكم أنا أحمد الشربطلي ودي التفاصيل في نفس الوقت الدكتور علي المسلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرار بتحديد أسعار تداول القمح والدقيق التمويني ب83% والمخصص لإنتاج الخبز المدعم أحدد الوزير سعر بيع الطن من القمح التمويني مختلف الدرجات اللي بيتم تسليمه للمطاحن التموينية بمبلغ 5525 جنيه للطن وفقا لمتواصل تكلف التوفير كمان نص القرار على أنه يكون سعر الطن من الدقيق التمويني استخراج 83% بمبلغ 6900 جنيه للطن للمخابز اللي بتشتغل بالمنظومة الجديدة بواقع 690 جنيه للشوال زينة 100 كيلو جرام و345 جنيه للشوال 50 كيلو جرام وحددت الدولة أسعار توريد القمح المحلي السندي عشان يزيد بمقدار 95 جنيه عن الموسم اللي فات بحيث يتم تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين كمان القرار بيشجع على زيادة المساحة المزروعة وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزارة التموين بالاشتراك مع وزارة الزراعة ووزارة المالية وجهت أسعار توريد القمح التمويني عشان تبقى 820 جنيه للأرداب بزينة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 إراط 810 جنيه للأرداب بزينة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 إراط 800 جنيه للأرداب بزينة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 إراط كمان الوزارة اشترطت ان الاقماح الوردة تكون خلية من الاصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 ايراض بالمناسبة بيوصل عدد المخابز البلدية المدعمة ل28 الف مغبز على مستوى الجمهورية بتقوم يوميا بانتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف بلدي بسعر 5 اروش للرغيف الواحد والكمية دي بتكون كافية لحوالي 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية بتستفيد من الدعم التمويني المخصص لوزارة التموين والتجارة الداخلية كمان التقارير بتشير لوجود اهضار في الخبز المدعم بنسبة تتراوح ما بين 25 ل 35 من اجمالي في المية طبعا من اجمالي الانتاج بسبب استخدامه على فليء الماشية والطيور بالمناسبة الدولة بتقدم دعم الخبز امتو 44 مليار و884 مليون جنيه بحسب البيان المالي للعام المالي الجديد وده من اجمالي اكتر من 84 مليار جنيه امت الدعم التمويني كمان رغيف العيش المدعم بيكلف الدولة 60 ارش لكنه بيتباع على الطاقة التموين بالسعر خمس ارش يعني الدولة بتتحمل حوالي 55 ارش لكل رغيف وده حسب تصريحات سابقة لمساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية الدكتور ابراهيم عشماوي شكرا لكم طيب المتابعة كنت معكم انا احمد الشربطلي اشتركوا في القناة